طيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرس النهاردة على عقد اجتماع مهم مع مديري الأكاديميات المختلفة في مختلف الألعاب القالب يرى عدد كبير من أكاديميات الألعاب الأخرى حضر كابتن محمود الخطيب هذا الاجتماع مع مديري الأكاديميات وحضر معه الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي والمهندس خالد مرتاجي أمين السندو والدكتور سعد شالب المدير التنفيذي والكابتن رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي اللي بنشاطره الأحزام في وفاة شقيقته للفقيد الرحمة والكابتن رؤوف والأسرة خالص التعزي يا أخي ده أنا كذلك ما أخذتش بالي ده أنا أمكلمه قبل ما أجي وما أجتوش أعتذر والبقاء لله وإذا أسرت فيبقى لقصور المعلومات خلال الاجتماع مع مديري الأكاديميات الكابتن خطيب تعرف على المقترحات اللي قدمها مديره الأكاديميات طلب منهم رافع هذه المقترحات في خلال عشر تيام عشان يتم صياغة نهضة جديدة في أداء الأكاديميات اللي النادي الآلي بينشد من وراءها تفعيل دوره في خدمة أبناء النادي لأنه غالبية الأكاديميات سواء منهم أبناء العضاء أو من خارج النادي اللي عنده دور كبير جدا في رعاية الناشئ وتربيتهم التربية الرياضية اللي تليق بالنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب أيضا أرسل خطاب إلى سيد حمد المؤدب رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي لتهناءة النادي الشقيق ومجلس إدارته وجامهيره بمناسبة مرور الزكرى 103 على تأسيس الترجي وأعرب الكابتن الخطيب عن تقديره الكامل لنادي الترجي صاحب هذا التاريخ الكبير والعريق في أداء دوره الكبير في خدمة الرياضة وكرة القدم التونسية رد نادي الترجي بدوره على رسالة الكابتن محمود الخطيب برسالة من السيد حمد المؤدب رئيس النادي عبر فيها بأحر عبارات الشكر والتأدير لمجلس إدارة الأهلي وعلى رأسه السيد محمود الخطيب ولكافة جماهير هذا النادي العربي الشقيق ده نص رسالة الترجي على التهنئة التي نشراها النادي على صفحته الرسمية على الفيسبوك بمناسبة احتفال نادينا الترجي بعيد ميلاده 103 مما يثمن عراقة العلاقات التاريخية بين الناديين الكبيرين كل سنة والترجي وكل الأنديال العربية الشقيقة بخير ده كان يمكن بعض الأخبار السريعة لدينا اشتركوا في القناة